اكد والي الخرطوم ايمن خالد نمر ان تحقيق السلام من اولى اولويات حكومة الثورة وان الحرية والعدالة هي القيمة الحقيقية لصوني كرامة الانسان ودعا نمر لدى مخاطبته المصلين بميدان مربع خمس دار السلام بانبد عاقب صلاة عيد الاطحى اليوم لضرورة استلهام الدروس والعبر من الثورة والعودة للقيم السودانية الاصيلة للخروج بالوطن من دوامة الازمات وحي الوالي الشهداء ونضالات ابناء الوطن الذين قدموا ارواحهم من اجل الحرية والسلام والعدالة واشدد على انه لن تكون هناك اي مجاملة لكل من اعتدى على حقوق وكان امام وخطيب صلاة العيد حث المصلين على الوقوف مع قضايا المواطن اسوة بالخلفاء الراشدين والوقوف مع قضايا الايتام والارامل والفقراء